هذا هي باقتصار رحلة ماتيو الخضر الذي يحمل لقب كونتر تينور وهو من الأصوات الأوبيرالية النادرة وخصوصا في العالم العربي ماتيو أو ماتيو يعزف أيضا على البيانو ويشارك في مهرجانات عربية وعالمية للموسيقى وذلك بهدف نقل تجربته بالغناء الأوبيرالي عن هذه المسيرة الفنية لماتيو الخضر مع الموسيقى والغناء نتابع هذا التقرير لساندرا سعد الغناء مجرد هواية تمسك بها ماتيو الخضر منذ صغره غادر بيروت إلى فرنسا وبعدها إلى جينيف وهو اليوم كونتر تينور الوحيد في المنطقة العربية أوبيرالي أحب الموسيقى فأدخل موسيقى الباروك إلى المنطقة ولم يتوقع يوما أن تصبح مهنته كونتر تينور هي فئة صوتية كتير نادرة عند الرجال بتقلد مثل صوت النسوين هي فئة صوتية بتشبه صوت المنزو سوبرانو وهيدا بكون شيء كانوا يستعملوا كتير بالقرن السابع عشر وقرن الثامن عشر ونخترعوا الموزيك الباروك الموسيقى لقالي أنه كانت شغلة كتير حبها هلأ صارت مهنة عندي ما كنت متوقع بدا أنك حتكون مهنتي بالحقيقة بقى بعيش للموسيقى وبعيش من الموسيقى وشغل الوحل يعني أنه كيف غير حد بروح عشغله وأنا كل يوم بغني ساعتين وقته وعلى الصباح بتمرن ونقلت عجوناف لأنه كمين المجالات هناكة بجوناف كتير منيحة ومديد كونترايات مع الأوبرايات هونيكة بسويسرا وبقى ببروم كتير هلأ رايح بأخير الشهر رجع على جوناف الغنى هو شغلي كتير لأنه مثل ما بقوله فان كامل في رأس في تمثيل في حكي في تعلم لغات في لفظ في وبس تقومي هالخوف قبل ما تطلعي على المسرح هذا خمسين بالمئة من الشغل اللي عم بتعمليه موسيقى عملوا لنص دو فيجارو بالعربي صارت صارت بروما موسيقى عشتوا من الحب وعشتوا من الموسيقى وعشتوا من الحب عشتوا من الفن عشتوا من الحب هلأ إخير مرة غنيت بكاتر من جمعتين وهدى أول مرة كنت اختنار عربي بغني بأوبرا دار الأوبرا كاتر مع فيلارمونيكية من 92 عازف معي هذا الشيء عن جد فدح لي مثل ما بقوله بويب شرق الأوسط توفر كونتر تينار في المنطقة العربية كما تيو الخضر فرصة لتكتب وتؤلف الأوبرا باللغة العربية فيولد مزيج جديد بين الموسيقى الكلاسيكية الأوبرالية والكلمات والأشعار المعبرة باللغة العربية فئة جديدة بدأت تبصر النور في الشرق الأوسط سانرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة بيروت إذن لا شك أن تجربة ماتايو الخضر بالغناء الأوبرا لهي إضافة جديدة إلى تعزيز حضور هذا النوع من الغناء عفوا في البلدان العربية وطبعا في لبنان موسيقى